اقتصاد العراق يواجه تحديات كبيرة خلال هذه الفترة وخلال حتى الأعوام المقبلة فبعدما سجل العراق مستويات قياسية على مستوى الاحتياطيات الأجنبية والإرادات الحكومية خلال العام الماضي وحتى نمو الاقتصاد خلال العام الماضي بحوالي 7.5% ووصول الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 101 مليار دولار خلال العام الماضي مدعوما بالأساس بأسعار الخمات هي المشكلات تواجه الاقتصاد العراقي لماذا؟ لأنه التعرض الكبير للتحولات الهايدروكربونية والتحول والتقلب في أسعار النفط بطبيعة الحال على رأس المشكلات التي تواجه الاقتصاد العراقي دعونا نلقي نظرة على تصنيفات مودز للاقتصاد العراقي بداية الإبقاء على تصنيف العراق الاعتماني عند CW1 وكذلك الإبقاء على سقف العملة المحلية والأجنبية هذا من جانب ولكن المشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي بداية التعرض الكبير لتقلبات أسعار النفط كما تحدثنا نتحدث عن 90% من الإيرادات الحكومية تأتي من أسعار أو تأتي من المبيعات النفطية نتحدث عن انقسام سياسي تحدثت عنه مودز كذلك أيضا قبلية التأثر بالتوترات الجيوسياسية وهو ما يمكن أن تتعرض له أو يتعرض له العراق خلال هذه الفترة نظرا لصراع في غزة والحرب في غزة وإمكانية دخول أطراف أخرى مثل الجانب الإيراني وغيره قد تؤثر على الإمدادات عبر مضيق هرمز وتجعل العراق تحت هذه التأثيرات وهو ما يضع اقتصاد العراق أيضا تحت التهديد إضافة طبعا لضغوط اجتماعية متعلقة بالبطالة والحصول على الخدمات وغيره نتحدث أيضا عن فروق سعر الصرف بالنسبة للدولار والدينار خلال هذه الفترة ما بين السوق الرسمية والسوق الموازية كذلك أيضا ونحن نتحدث عن الإيرادات النفطية وتراجع أسعار النفط خلال عام 2023 مقارنة بمتوسط عام 2022 في 2022 شهدنا ارتفاعا لأسعار النفط لمس مستويات 140 دولار إجمالا كان متوسط العام حوالي 100 دولار ولكن في هذا العام التراجع واضح بشكل كبير متوسط أسعار الخامات حتى هذه الأثناء يتراوح ما بين 75 إلى 80 دولار وبالتالي هذا يؤثر على الإيرادات وكذلك يؤثر على زيادة عب الدين بالنسبة للاقتصاد العراقي حتى عام 2025 من 44% إلى 60% في عام 2025 وفق ما تتوقع موديز إذن الاقتصاد العراقي وتعرضه بشكل كبير لأسعار الخامات خلال هذه الفترة كل هذا يضيف ضغطا كبيرا على الاقتصاد العراقي خلال الفترة المقبلة